حاجة هقولك عليها انجي كمان الناس بتيجي بعد اسبوع او اثنين وتزهق من الرجيم ليه؟ لان مشكلتها ما تحلتش يعني مثلا فيه واحدة مش قادرة تقضي على مسألة الجوع بتجوع هي ما تعرفش في حياتها غير السعورات الحرارية القليلة في الاكل او رجيم الكيميائي كويس؟ هنتكلم عن النوع بتفسي بس اه فتبتدي تعمل رجيم الكيميائي ده بيقابارة عن انك بتاكلي نوع واحد من الطعام يا اما كاربوهيدريت يا اما بروتين الجسم بيحتاج كل حاجة صح؟ طيب لما تبتدي تاكلي نوع واحد من الاكلة طول اليوم اوتوماتيكلي كده بتلاقي جسمك مش قابله فيبتدي ياخد كميات قليلة قوي بيستفيد بحاجة بسيطة هو انت بتزهقي وبتلاقي نفسك مثلا انا اقلالك طول اليوم كل فاكهة هتلاقي نفسك جاء عليك اليوم كله كلتي طفحتين طب الكالوريزين انت خدتيها قد ايه؟ قليلة جدا جدا طب نهاية الموضوع ده ايه هتخسي جدا نزلتي خمسة كيلو مثلا تاكدي ان اربعة كيلو منهم مية وكيلو واحد دهون يبقى دايت دايتن غلط خلاص؟ خلصتي دايت بتاعك حصل ايه بقى انت عملتي ايه في نفسك دلوقتي؟ قللتي معدل الحرق بتاعك من عشرين لتلاتين فيلمينة فممكن جدا ارجع لوقتي لو ممكن ده بيرت ترجعي بحالة شراهة فضيعة لان الحرمان الجامد قوي ده ما بينفعش نفسك بتاكلي جد كتير قوي 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 وفي نفس الوقت تتخني بسرعة جدا يعني ما عملتش حاجة؟ بالعادس انت ازيتي نفسك انت ازيتي نفسك فهو الحل انه لازم يبقى بعلنس دايت حاجة تالكوليتد ومزبوطة باخد نسبة كاربوهايدريت مزبوطة باخد نسبة بروتين دهون مفيدة بس بكميات؟ اه زي المكسرات دايت مش حطول طب كل حاجة بتبقى بنسب بس خلي بالك تانية انجي انا عايزة اركز على موضوع انه ما عادش الريجيم زي زمان معتمد على السعرات الحرارية بس دكتور كنت هاسأل حضرتك انواع ريجيم ايه زمان بقى ودلوقت؟ وهنا بقولك فيه دلوقتي انواع تانية يعني فيه نوع ريجيم مثلا بيحدد لك لستة معينة من الاكل تاكلي منها فريلي تاكلي اي كمية انت عايزيها بس تطلعيش برا لستة دي ايه رايك انك بتخسي جدا واي رايك انه بيرفع الحرق جدا كمية؟ واي كمية لا ده ناس كتير هتفرح ازاي يا دكتور؟ على فكرة كلام ده حقيقي مدروس وكلام علمي مش وبيجيب نتيجة بيجيب نتيجة انا شغالة بيه بيجيب نتيجة امتى بنلجأ ان احنا نقلل شوية السعرات لما حس ان العينة بتاعتي مش هتتحرك مش هتساعدني برياضة مش هتساعدني باجهزة اه بي حاجات معاها اه طبحة اه يعني الرياضة مهمة خلي بالك انتي هتبعد شوية بصي انج معدل الحرق بتاعك مفتبط بكتلة الجسم انتي تخينة حرقك اعلى انتي ارفع حرقك اقل كويس؟ اه طيب انتي وانتي جايالي سمينة قوي حرقك عالي اول ما نبتدي دايت لقي نفسك عملية تخيصي قوي قوي فجأة نخبط في بلاتو انتي وافتي ليه؟ لانه كتلة الجسم قلت فالحرق اقل الحرق اقل طب عندك 2 اوبشنز بقى عندك 2 اوبشنز يتزودي الحركة يتقللي السعودات الحرارية صح كده؟ انا بفضل نزودي الحركة بس ما بيحصلش للأسف يعني طبعا فيه ناس بتحاول تساعدني كمان خلينا نتكلمك عن موضوع الحركة دا او الرياضة احنا بنتعودين اول ما تقولي لأي حد يا جماعة زودي الحركة او يعني انا عايزيك يتلعب رياضة يعني امشي يا دكتور يعني اقصى حاجة ممكن نعمل نمشي عن مشاية او نعمل على العجلة مش كده فيش حاجة اسمها جاري دي او في شماك ولا كلام دا فيش حاجة اسمها بسين فيش حاجة اسمها سباحة صح فيش حاجة اسمها بنستسلم رفع لا فيك رفع الأوزان دا مهمة هو دا اللي بيعمل العضلات يبقى انا لما هعمل همشي او هلعب على العجلة اكون عارفة يعني انا بل ماشي بتاعي دا ماشي البطيء اول عجلة انا بحرق دهون مش بكون عضلات هرجع تاني للموضوع اللي احنا لكن اول ماشي الأوزان خفيفة حتى في الاول وتحت اشراف متخصصين بعد شوية انت بتعملي عضلات لما هتخسي يبقى انت وصلت لمعدة الحرق عالي اوكي لان عندك نسيجة عضلي معقول معقول في الحالة دي مش هترجع تتخني تاني فدي ميزة لقدام كمان لقدام انا بكون عضلات عشان الحرق عشان مرجعش للوزن التقيل تاني اللي هو القصبي الضبط انا وفي عيانين حتى في عندنا نوع تاني من عنوعة الدايت اسمه موتر فول دايت اللي هو تخيالي ان احنا بنايكل مثلا رز و مكارونا و اكله و لحمة و فرياخ و كل حاجة كويس تعرفي انك تيجي بعد العمر ده كله تعرفي ان انتي جسمك حساس لنوع معين من الاكل يعني مثلا في ناس بتاكل اللحمة جسمها يخز المياه بفضعة فنبتدي ندخل اسبوع من غير اللحمة من غير اللحوم كويس يبقى فيجيتاريان بس الجسمه بيتزبط و بيبقى هايل و ينزل المياه الزيادة و الدنيا كلها تبقى مظبوطة نيجي الاسبوع اللي بعده ندخل اللحمة تلاقي العيانة بقت زي كورة منفوخة ميا ميا دا نوع من الالجي على فكرة نوع حساسية للاكل معين و احنا ما نعرفش تعيش طول و عمرها مش عارف انا مش بكلم كمان في السمنة او السيدة او الرجل الوزنهم زيت حتى لو وزنوكو مناسب او جسموكو كويس انت بتعرف الاكل اللي هو مناسب ليك او انت محتاج نوع اكل معين عشان تناقص ايه دا مهم جدا التغذية العلاجية معمولة علشان كده ان احنا كل حالة لها اكل معين انا بتجيدي مثلا واحدة عايزة تخس عايزة تخس بس هي عندها أنيميا انت عارفة ان دي حرقها بيبقى قليل جدا دي ما عنده سبقى على الوقت تير انايميا انايميا حاجة ليه علاقة بالهي مجلب و كرات الدم الحمرة والحديد دي لازم بتعملها نظام تاني خالص لان الحرق بتاعها ضعيف فاهم قضي كل حالة وليها طريقة يعني اكروتش كل حالة وليها طريقة تتعامل بيها معايا كولستيرول مثلا عالي سكر هل العيان العادي زي عيان السكر اكيد لا يبقى كل تغذية العلاجية معمولة عشان كده ان يبقى تعامل مع كل حالة حسب ظروفها الصحية دكتور هنتكلم بسرعة شوية عشان عايزة اصلا حدك اسئلة كثيرة جدا فضل راح انا حس ان كل السيدات اللي بتبقونا نفسهم يسألوا المسألة هنتكلم بسرعة دكتور عن رجيم الكيميائي اسمعنا عنه كتير حضرك قلتي نبزة بسرعة كده احنا نتكلم بس عايزين ايه رجيم الكيميائي رجيم الكيميائي كان زمان انجي كان هو المتعرف عليه وهو سبب تخن سبتات كتير فمقصر على فكرة رجيم الكيميائي طبعا لانه زي ما قلتلك انت بتاكلي من نوع واحد يا اما بروتين بس فترة طويلة يا اما كاربوهايدريت بس فترة طويلة الجسم محتاج كل حاجة خلاص ولما بتاكلي بروتين بس بقمعت دهون عالية جدا ودهون غير مفيدة كمان لانه اللحوم بتحتوي على كده لما انت بتاكليها بكمية كبيرة بتاخدي دهون غير مفيدة كمان جسمك مش محتاجها ومش محتاجها بالنسبة العالية دي في الوقت القسير ده فلا يعني احنا دلوقتي بالدراسة لقينا انه بعد ما بتخلصي الرجيم ده انت بتلاقي نفسك بتتخاني جدا لان انت معدل الحرق بتاعك وتي قوي من 20 ل30 في المية عن الطبيعي بلاس ان انت كل 10 سنين معدل الحرق بيقل 5 في المية ده الوحده كمان يعني هو اصلا كله اضرار لا يعني نقفض مع السن مع السن كمان احنا كل 10 سنين من عمرنا معدل الحرق بتاعنا بيقل 5 في المية فانت بتسعدي نفسك كمان انه حرقك يقل في حين انه انا كل حاجة ربنا خلقها مفيدة صح بنسب بنسب خيالي مثلا انا عادت طول عمري مش مصدقة موضوع المية ده مثلا انا كنت قريد كتير يقول لا لازم كل حاجة يشرب كبايتين مية قبل كل وجد انا كنت متخيلة انه المية بتملأ المعدة بس بتملأ فراغ كويس فلما تيجي نعيانة تاكل هي بعدتها مليانة استاني 10 دقائق او 20 دقيقة اه بعد ما تشربي كبايتين المية وبتدي يكلي فبتبقى المعدة تملت لان المعدة بتبقى كبيرة هي عودتها على كميات كبيرة من الاكل اتضح بعد كده ان المية دي بتساعد في معدل الحرق تخيالي بترفع الحرق بترفع الحرق جدا كمان يعني ممكن توصل لـ 30% انا برفع الحرق بتاعي لو اعادت اشرب كل يوم كبتين مية قبل كل وقت يعني مثلا معدل 6 او 8 كبيات في اليوم تقريبا تقريبا فعلا بتأثر على الحرق كل حاجة ربنا خلقها ليها اهمية ليها اهمية ودايما انا منصح كمان يا جماعة خليكوا دايما في الحاجات الطبيعية يعني مثلا لما اكل موزة ولا اكل كورنفليكس لا موزة موزة بقى الرغم من ان الموزة انا لسه يلالك ايه سكره عالي جدا بس انا الجسم بيتعامل معي انو الحاجة الطبيعية يعرف يترجمها لالياف وسكريات وكاربوهايدريت في حما قصدي لكن يجي يتعامل مع كورنفليكس حاجة مصنعة اه انا مش عارف ده ايه عارفة بيعمل ايه بياخدها مش عارفة ترجمها بياخدها زي ما هي يحط معظمها في الخلايا الدهنية فتلاقي الخلايا الدهنية بدأت تكبر في الحاجة تزيد تزيد فخلينا دايما نحيط الأكل الطبيعي خضار فاكهة لحوم زي ما قلنا بكميات تالكوليتد وطبيعي الدكتور في ناس كثير بتشتكي منهم